اشتركوا في القناة للشرق الاوسط بالمملكة المتحدة كما هنأه بمناسبة توليه مهام عمله مشيدا سموه بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين مملكة البحرين مع المملكة المتحدة الصديقة واشهد سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة في حفظ الامن والسلم العالميين وعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الفريق طيار سامسون في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين حضر المقابلة سعادة اللواء الركن عبد الرحمن راشد السعد مدير مكتب سموه رئيس الحرس الوطني